السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة أخبار الوحيدة بداية توفي مساء أمس الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر نهز 84 سنة حسب باين لرئاسة الجمهورية وتقلد الراحل منصب الرئيس الجمهورية لعشرين سنة كاملة من 1999 إلى غاية 2019 قبل أن يقدم استقالته في الثاني من أبريل سنة 2019 عقب تعالي مطالب رحيله في حرك الثاني والعشرين من فبراير رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه جناته إن لله وإن إليه رجع تقل إلى رحمة الله الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر نهز 84 سنة حسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي ويعتبر رئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة العشرين سنة ما بين سنة 1999 حتى سنة 2019 حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر من سنة 2012 هذا وقارر المرحوم الاستقالة من كرسي الرئاسة بتاريخ الثاني أفريل من سنة 2019 قبيل سبيع قليلة من نهاية عهدته الرئاسية في الثامن والعشرين من شهر أفريل من سنة 2019 إن لله وإن إليه رجعون بداية من الجزائر حيث توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهزة 84 عاما بوتفليقة هو الرئيس السابع للجزائر وتولى رئاسة البلاد في عام 1999 استقال بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل من عام 2019 تحت ضغط الشارع ومنذ ذلك الحين عاش وحيدا في عزلة تم داخل منزلها هو الرئيس السابع للجزائر منذ الاستقلال عبد العزيز بوتفليقة ولد في الثاني من مارس أذار عام 37 انضم في نهاية دراسته الثانوية إلى صفوف جيش التحرير الوطني وهو في التاسعة عشرة من عمره برز نجم بوتفليقة في الساحة السياسية الجزائرية عام 63 عشية استقلال البلاد حيث أصبح وزيرا للشباب والرياضة في أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال ثم وزيرا للخارجية وهو لم يتجاوز سن الخامسة والعشرين سنة 78 وبعد موت الرئيس هواري بومدين أفلتت منه رئاسة الجمهورية وإثرى أبعاده من جبات التحرير الوطني عام 81 مكث بمنفأة بالخارج إلى غاية عام 87 عدى بوتفليقة إلى الجزائر وأمامه التحدي الأكبر أخماد نار الحرب الأهلية التي عرفت سفك دماء الجزائريين طوال ما سمي بالعشرية السوداء وعدى بفتح صفحة جديدة بعد انتخابه رئيسا للجزائر عام 99 خلفا لليمين زروال أغلبية الشعب الجزائري بجميع أطيافه وحساسياته تستطيع أن تتفهم أن البلاد تأثرت سلبيا لما فيه الكفاية وأن الوقت قد حان أخيرا كي تتصالح الجزائر مع نفسها بعد إعادة انتخابه رئيسا في إبريل 2004 تقدم بوتفليقة عبر الاستفتاء بقانون المصالحة الوطنية ليتمتع حينها الإسلاميون المساجين بعفو عام فيما عرضت على ضحايا الإرهاب تعويضات مادية لكن الطرفين لم يبدي استعدادا لنسيان الماضي نهاية ولاية بوتفليقة تسمت بصراعه مع المرض وظهوره العالمي النادر فمنذ 2005 أصبح يعالج في فرنسا في مستشفى فالدوغراس بسبب قرحة في المعيدة ثم بسبب ما سمت الحكومة الجزائرية مجرد متابعة طبية بعد تعرضه لجلطة دماغية وبعد تنقيح في الدستور تقدم بوتفليقة للانتخابات الرئاسية سنة 2009 ليعاد انتخابه بنسبة تجاوزت التسعين في المئة رغم مرضه وعجزه ترشح بوتفليقة مرة أخرى سنة 2014 لولاية الرابعة ليفوز بالانتخابات بنسبة بلغت 81% عاد الرجل لينشد الخامسة لكن الشعب قال بي على صوته لا للخامسة ولا لرموز النظام الحالي في الثاني من ابريل 2019 وبعد أسابيع من المظاهرات وضغط الشرع قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه ليكتب الحراك نهاية عقدين من حكم الرجل الواحد تأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما يعتبر بوتفليقة سابع رئيس الجزائر منذ استقلالها عام 62 تولى بوتفليقة مقاليد الحكم في بلاده ما بين 1999 و2019 عندما استقال بالتزامن مع احتجاجات واسعة في الجزائر طالبت برحيله رفضة خطته للترشح لفترة خامسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة ونقل هذا الخبر التلفزيون الجزائري في حدود الحادية عشر ليلا الرئيس بوتفليقة كان رئيسا لأهل جمهورية لمدة عشرين سنة أطول مدة حكم قضاها رئيس جزائري في هذا المنصب كان هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من سنة 1999 إلى غاية 2019 عقب استقالته في الثاني من أبريل 2019 بعد مظاهرات حاشدة قرجت منذ الثاني والعشرين من فبراير تطالب برحيله وعدم ترشحه لعهدة خامسة الآن بعض المصادر الإعلامية أكدت نقلا عن مصادر من رئاسة الجمهورية بأن الجنازة تكون جنازة رسمية تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبأن عبد العزيز بوتفليقة سيدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية أين دفن العديد من الرؤساء السابقين للجزائر وكذلك شهداء الطورة التحريرية التعليقات السياسية على خبر وفاتي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تمحورت حول ذكر خصال هذا الرجل رغم الاختلافات السياسية والانتقادات السياسية التي وجهت له خلال فترة حكمه إلا أن العديد أجمع على خصال هذا الرجل خاصة مصاره الطوري خلال فترة حرب التحرير أو خلال فترة استوزاره على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية من سنة 1963 إلى غاية 1979 هذه الفترة تميزت بدعم الجزائر للقضايا العادلة خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وكذلك دورها المتميز في حركة دول عدم الانحيات كما طالب أيضا نشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي بعدم الدخول في جدالات سياسية والشماتة في الرجل والاكتفاء فقط بذكر خصاله والترحم عليه وعدم الانسياق وراء الحملات التحريضية التي تتعرض لمصار الرجل وبأن ما كان من سنة 2019 قد انتهى باستقالة هذا الرجل وبأن التريق هو وحده الكفيل بالحكم على مصاره وعلى إيجابياته وكذلك سلبياته من الجزائر كنت معنا حسن جزائري مراسل الغد شكرا لك